الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله ابنائي وبنات الطلاب في مادة تطبيقات في القانون وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان نظام الحماية من الإيذاء نظام الحماية من الإيذاء وقبل الشروع في الدرس كما تعودنا نذكر أهداف درسنا لهذا اليوم فماذا سنتعلم وماذا سنأخذ يتوقع منك خطالب واختي الطالبة في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تبين الهدف من نظام الحماية من الإيذاء وأيضا توضح الأفعال التي تعد جرائم وفقا للمادة الثالثة عشر من نظام الحماية من الإيذاء والآن سندخل إلى درسنا فود منك خطالب واختي الطالبة أن تحضر الكتاب والقلم لكي تدوم ما تريد تدوين أثناء الدرس هنا في هذه الوحدة الجديدة وهي الوحدة الثانية يعد سن الأنظمة والقوانين من أهم الوسائل التي تستخدمها الدول في تسيير شؤون الأفراد داخل المجتمع حيث تهدف إلى حماية الحقوق هذه من الأهداف من سن الأنظمة والقوانين حماية الحقوق تحقيق العدل فصل النزاعات دعم عجلة التنمية وهذا قد بيناه في درس دروس مبادئ القانون في كتاب مبادئ القانون في أوائل الدروس ذكرنا ما الغاية أو ما الهدف من هذا الكلام عن مبادئ القانون أو القانون ما الهدف من القانون فبينا أنه يحقق جانب العدل ويحمي حقوق كذلك يحمي حقوق الناس فهذا مما بيناه كذلك من الأهداف من سن هذه الأنظمة فصل النزاعات وأيضا دعم عجلة التنمية دعم عجلة التنمية سنقدم لك أخي المتعلم واختي المتعلم في هذه الوحدة عددا من الحالات الدراسية المنبثقة من أنظمة تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والطمأنينة داخل المجتمع وهي حال النوع التالي سندرس في هذه الوحدة نظام الحماية من الإيذاء نظام حماية الطفل نظام حقوق كبير السن ورعايته نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واليوم سنتناول درسنا وهو نظام الحماية من الإيذاء في هذا التمهيد وفق النظام حماية من الإيذاء يقصد بالإيذاء الآن لابد لفقيه القانون أن يعرف المقصود بهذه المصطلحات لأن عدم معرفتك لهذه المصطلحات فإنك لا تستطيع أن تعرف ما هو الجرم وما هي العقوبة التي تناسب هذا الجرم لابد أن تعرف ما المقصود بهذه المصطلحات لأن هذه المصطلحات ربما تكون من المصطلحات المشتركة لكن هذا المصطلح عند المنظم أو عند النظام لابد أن يعرف ما يقصده هذا المنظم لابد أن يعرف ما يقصده هذا المنظم ولربما أيضا بعض المصطلحات تختلف من دولة إلى دولة أخرى فلابد أن تعرف هذه المصطلحات ومدلولة هذا المصطلح فإذن يقصد بالإذا كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية فلاحظ معي أن كثير من هذا الجانب مما يحصل من هذه الجرائم أو المخالفات نلاحظ أنها تقع من أصحاب الولايات أو السلطات أو المسؤولية أو ما يكون بسبب ما يربطها من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو ربما كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية هنا أيضا في هذا التمهيد لا بد أن نعرف كذلك أنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع الشخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد الأسرة هناك في حاجات أساسية لا بد أن توفر لهذا الطفل أو لهذا لمن تعوله فلا بد أن توفر له هذه الحاجات أو مما يتربع ترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم ومن ذلك مثلاً الأبناء من ذلك الزوجة وغير ذلك إذا كان أيضاً الإنسان ولي لغير هؤلاء فلا بد أن يوفر لهم حاجاتهم الأساسية فهنا نلاحظ أن المنظم بيّن جانب ما المقصود بالإيذاء وبيّنه ووضحه فلا بد أن تعرف هذه الصور لكي تعرف العقوبات أو الجرائم وكذلك العقوبات المناسبة لذلك ما الهدف من هذا النظام؟ ما هو النظام؟ نظام حماية الحماية من الإيذاء هدف هذا النظام ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه لأجل أن يضمن توفير الحماية لهؤلاء الأشخاص لأجل أن لا يؤذوا أيضاً تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيوائي والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة والمساعدة اللازمة كذلك اتخاذ لجراءات النظامية اللازمة لمساعدة المتسبب ومعاقبته كذلك هذا من الأمور الهدف من هذا النظام لتكون هناك عقوبة لهؤلاء الأشخاص الذين يتجاوزون ويؤذون الآخرين رابعاً نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والأثار المترتبة عليه خامساً معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبع عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء سادساً إيجاد آليات علمية وتطبيقية تطبيقية للتعامل مع الإيذاء في ذن هذه من الغايات هذه من الأهداف لوجود هذا النظام وهو نظام الحماية من الإيذاء ألا ننتقل إلى دراسة بعض الحالات الحالة الأولى عندنا هذا المثال وهو قرر عبدالله وسمية لانتقال الأمل بالسفارة السعودية بمدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة لمدة عامين وكان ابنهما يزيد ذو الثامن عشر ربيعاً قد صدر قبوله في إحدى الجامعات بمدينة الرياض ومن الصعب سفره معهما لذلك قرر انتقال يزيد للسكن مؤقتاً في بيت خالته رزان والإقامة مع أسرتها المكونة من زوجها عاطف وولديها بندر وخالد لحين أودتهما وبعد مضي ستة أشهر على إقامة يزيد مع خالته وأسرتها بدأ زوجها عاطف يتضايق من وجوده فيتنمر عليه ويناديه بالأحول لاحظ معي الآن جانب الأذى جانب الأذى الذي صدر من هذا الزوج وعلى يزيد في وجود حور في عيني يزيد فتسبب ذلك في حدوث ألم نفسي حصل ألم نفسي عان منه بصمت لمدة واستمر هذا التصرف من عاطف أمام الجميع دون أن يتدخل أحد لإيقافه وبعد عودة عبدالله وسمية للعمل في الرياض هنا عاد أبويه عاد أبويه للعمل في الرياض وعودة يزيد العيش مع أبويه لاحظ عليه انعزاله عن الحديث مع أقاربه وهدوئه غير المألوف وتفضيل الجلوس لوحده وقضاء معظم الوقت بموارسة الألعاب الإلكترونية وتبين بعد عرضه على طبيب نفسي بأنه يعاني من اكتئاب شديد ويحتاج إلى علاج قد يستمر لسنوات كما تبين من تقرير الطبي عن حالة يزيد أن سبب ما أصابه كان تنمر آطف عليه وسوء معاملته له خلال سنة ونصف فلاحظ معي هنا الأذى الذي حصل من هذا الشخص اتجاه يزيد وما هو الأذى الذي تسبب به من أذى النفسي وأيضا لاحظوا المدة التي حصلت له من هذا الإذاء النفسي في هذا النشاط الأول بالاطلاع على الوقاية المذكورة في الحالة الدراسية والمواد القانوني أجب عما يلي حدد فعل الإذاء الذي ارتكبه عاطف وما العقوبة المترتبة على ذلك الآن سننظر إلى السند القانوني أريد منكم أن تركزوا معي ما هي العقوبة التي حصلت أعفوا ما هو الجرم الذي حصل وما هي العقوبة التي تتناسب مع هذا الجرم مع مراعاة ما تقضي ما تقضي به الفقرة الثانية من هذه المادة ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقرر شنع النظام يعاقب السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من ارتكب فعلا جريمة فعلا جريمة من الأفعال الإذاء الواردة في المادة الأولى من النظام وللمحكم المختصة أستار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية فلاحظ معي هنا جانب العقوبة وكذلك من ارتكب هذا الجانب جريمة أفعال الإذاء جانب أفعال الإذاء ثانيا تكون عقوبة الجريمة المشار إليه في الفقرة واحد من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال في حال اقترانها بأي مما يأتي الآن تلاحظ أن تضاعفت هذه العقوبة والآن سنبين ما يدخل فيها إن كان من تعرض للإذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة أو أحد الوالدين أو ممن تجاوز ستين عاما أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها فلاحظ معي أن هذا الأذى تضاعف فيه العقوبة لأجل أنهما من ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة أو أحد الوالدين أو من تجاوز الستين عاما الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها إن وقع الإذا في مكان العملي أو الدراسة أو العبادة أيضا هذا الأمر تشدد فيه العقوبة إن حصل الإذا في هذه الأماكن إن وقع الإذا ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام فإنه كان يناط بهذا الزوج الذي جلس عنده هذا الشخص لأجل أن يتلقى الرعاية الصحيحة كان منه المفترض أن يعامله بأفضل التعامل إلا أنه كان ممن يؤذيه نفسيا هنا أيضا إن وقع لإذا مقرورا باستخدام أحد الأسلحة إن تعددت أفعال الإذا في الواقعة تضاعف العقوبة الموقع في حالة العود أيضا إذا رجع مرة أخرى وكان هناك أذية منه يعاقب كل من حرض غيره اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صورة التحريض أو الاتفاق والمساعدة على اتكاب الجريم مشارئ إليه في الفقرة واحد من هذه المادة بالعقوبة المقررة للجريمة هذه الحالات تدخل في مضاعفة العقوبات مضاعفة العقوبة الآن ندرس الحالة الثانية عبد العزيز أب لثلاثة أولاد وبنت اسمها هاجر عمرها ثلاثة عشر عاما من زوجته السابقة كانت هاجر تعيش مع والدها وزوجته الثانية نورة التي اعتادت معاملة هاجر بعنف بشكل يومي مثل الضرب الآن هذا من الأذية ومنعها من الخروج في ناء المنزل اللاعب أيضا هذه من الأذية مع إخوتها الثلاثة بل تقوموا بإغلاق التكيف الخاص بهاجر أثناء فصل الصيف وحرمانها من النوم الضروري أيضا هذه من الأذية كذلك إغلاق التكيف أيضا من الأذية أثناء فصل الصيف وبعد مدة زمنية قامت هاجر بإبلاغ معلمتها في المدرسة عن حالة الإذاء التي تتعرض لها في البيت فلاحظ معي هنا الأذى الذي حصل لهذه البنت وهي هاجر من قبل من قبل زوجته وهي وزوجته وهي نورة فهذه الحالة التي بين يدينا الآن سندرس ما هو الجرم الذي حصل وما هي العقوبة المناسبة لهذا الجرم في هذا النشاط الثاني بالإطلاع على الوقع المذكور في الحالة الدراسية والمواد القانوني أدنى أجب أما يلي هل يمكن لمعلمة هاجر الإبلاغ عن هذه الحالة هل تستطيع هذه المعلمة تبليغ على هذه الجريمة أم لا وما الجهات التي يمكن إبلاغها عند الإطلاع على حالات الإذاء في المادة الثالثة يجب على كل من يطلع على حالة إذاء الإبلاغ عنها فورا عند غرود حالة إذاء لا بد أن تبلغ الجهات المعنية في ذلك ثانيا الممورات ما تقضي تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إذاء بحكم عمله إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها وعليها إبلاغ الوزارة والشرطة بحالة الإذاء فورا العلم بها وتحدد لواحي إجراءات التبليغ فإذا لا بد أن يكون هناك تبليغ في الحالة الدراسية الثالثة الآن سندرسها اعتاد طارق تانيف أخويه الأصغر منه سنا فوزي ومجدي في حال عدم طاعتهما أوامره بحجة أنه الأخ الأكبر ظانا أن له الحق في تربيتهما كانت أفعال طارق تتم بعلم ودراية والديه الكبيرين في السن وكان يغضاني طرف عن تصرفات التقان لشره وفي أحد الأيام طلب طارق من أخيه مجدي أن يقوم بغسل سيارته وعندما رفض انهال عليه بماذا؟ بالسب والشتم والتهديد ثم اعتدى عليه أيضا بالضرب حتى أغمي عليه لاحظ هنا جانب الأذى الذي حصل من أخيهم وهو طارق فقام بنقل المستشفى لتلقي رعاية طبيعية مدعي تعرض تعرضه للاعتدام من قبل بعض الغرباء نتج عنه الضرب فقدان مجدي النظر في أحدى عينيه أخبر مجدي الطبيب للمعالج أبد الرحمن باعتداء أخيه طارق عليه وأنها ليست المرة الأولى التي يفعل بها ذلك وطلب منه مساعدته بإبلاغ الشرطة لم يقم الطبيب أبد الرحمن بإبلاغ عن هذه الواقعة بسبب علاقة الصداقة التي تربطه بطارق لاحظ ما هي المخالفة التي صنعها هذا الطبيب وهو أنه لم يبلغ عن هذه الواقعة بسبب العلاقة بينه وبين طارق في هذا النشاط الثالث بالإطلاع الوقاء المذكور في الحالة الدراسية والمواد القانونية أدنى أجب عن ما يلي من العقوبة التي استحقها طارق بسبب اعتداء على أخيه مجدي ومن العقوبة التي استحقها الطبيب المعالج عبد الرحمن بسبب عدم قيامه بالإبلاغ عن واقعة الاعتداء في هذه المادة الثالثة يجب على كل من يطلع على حالة الإيذاء الإبلاغ عنها فورا وهذا لم يحصل من الطبيب مع مراءة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات التزم كل موظف عام مدني وعسكري وكل عامل في اقتار أهلي اطلع على حالة إيذاء بحكم أنه يحاطط جهة عمله بالحالة عند علمه بها وعليه إبلاغ الوزارة والشرطة بحالة الإيذاء فورا العلمي بها مادة الخامسة لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه أو في الحالات التي تتحدث للواحة التنفيذية ويلتزم موظفوء الوزارة وكل من يطلع بحكم أمري على معلومات عن حالات الإيذاء بالمحافظة على السرية ما يطلعون عليه من معلومات يساءل تأديبيا وفقا لإجراءات المقارنة نظامة كل موظف عام مدني وعسكري كل عامل في القطاع الأهلي يخالف أي من الحكام متعلقة بالبلاغ عن حالات الإيذاء الوارد في هذا النظام المادة الثالثة عشر مع مراعاة ما تقضي بالفقرة الثانية من هذه المادة ودون إخلام بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً ونظاماً يعاقب بالسجم لا تقل عن شرعاً تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف ريال وتزيد عن خمسين ألاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبة كل ما ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من النظام ولمحكم مقتص سخصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية تكون عقوبة الجريم المشارعة إلى فقرة واحد من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألاف ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة ألاف ريال في حال اقترانها بأي مما يأتي أولاً إن كان ما تعرض الإيذاء من الأشخاص دولي عاقة أو أحد الوالدين ومتجاوز السستين عاماً أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط الجنية هذا ذكرناها قبل أقلي وهي حالة مضاعفة العقوبة وتكون العقوبة المشارعة إليها واحد من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألاف ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة ألاف ريال أيضاً إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة والعبادة إن وقع الإيذاء مما يناطبهم تطبيق هذا النظام إن وقع الإيذاء مقروم باستخدام أحد الأسنع إن تعدد أفعال الإيذاء في الواقع كل هذا داخل في هذه العقوبة تضعف العقوبة الموقعة في حالة العود يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه وساعده بأي صورة من صور التحريض والاتفاق المساعدة على ارتكاب الجريمة المشارعي إليه في فقرة واحد من هذه المادة بالعقوبة المقررة للجريمة هنا نصائح أزيزي المتعلم أزيزي المتعلم لا تتردد في إبلاغ والديك عند تعرضك للإيذاء لا بد أن تخبر والديك في حال وجود الإيذاء احذر أن تؤذي الآخرين حتى لا تكون عرضة لتوقيع العقوبات المنصصة عليها في نظام الحماية من الإيذاء للإبلاغ عن حالة الإيذاء يمكن التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري عبر الرقم واحد تسعة واحد تسعة هذا هو المركز المنوط بتلقي هذه البلاغات معلومات إثرائية إثراء قانون لحماية حقك القانون وحقوق الآخرين قم بالإبلاغ عن حي حالة من حالات الإيذاء من خلال التواصل مع الإدارة العامة للحماية الأسرية لعجل حماية حقك وحقوق الآخرين هنا جانب التنمر والإثراء هنا إثراء نفسي التنمر ظاهرة خطيرة قد تنتجر على وجه الخصوص بين طلبة المدارس وتعرف هذه الظاهر بأن حالة بأن حالة يتعرض فيها الطالب والطالب محاولة متكررة من الهجوم بالضرب أو الكلام أمام الآخرين وعادة ما يسعى الطالب والطالب من القيام بالتنمر على طالبة أو طالبة أخرى لتحقيق عدة أمور أهمها ما هو الذي يبعثه أو يجعله يتنمر على الآخرين لفت الانتباه أيضا ظهور بمظهر القوة والسيطرة أمام الآخرين قد يكون الدافع أيضا من دوافعه وراء فعل التنمر هو غيرة الطالب المتنمر متفوق الآخرين لذا فالمتنمر يحاول إخفاء النقص والدونية عنده من خلال الدعاء القوة ويترك التنمر المدرسي أثار خطيرة على المعتدى عليه بفعل المتنمر أبرزها ما هي الآثار التي تترتب على ذلك تدني المستوى الدراسي لأنه يشعر بالخوف والقلق انطواء وانعزال متنمر عليه متنمر عليه مما يؤدي لفقدان الأصدقاء المعاناة النفسية الناتجة عن العجز عن مواجهة المتنمر فلا يستطيع مواجهة هذا المتنمر المعاناة الجسدي في حال كان المتنمر التنمر من خلال اعتداء بالضرب أو غيره هنا أسئلة التقويم أتمعا وأجيب ما الهدف من نظام حماية الإيذاء الحماية من الإيذاء أيضا من أسئلة التقويم ما الأفعال التي تعد جرائم وفقا للمادة الثالثة عشر من نظام حماية من الإيذاء وما العقوبات المترتبة على ذلك سؤال الأخير أتأمل وأستخلص ما الدروس المستفادة من دراسة الحالات الدراسية المبثقة بالنظام الحماية من الإيذاء وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أي رزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين